رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفل أمننا واصرف الزوء وألف بيننا ربنا أنعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونساينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب الكرام لا زال الحديث متصلا في صحيح البخاري وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ونحن لازلنا في الباب الثاني باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اليوم هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعية فمن أجاب الداعي دخل الدارا وأكل من المأدوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارا ولم يأكل من المأدوبة فقالوا أولوها له يقضان فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس حديث جابر جاءت ملائكة هكذا على التنكير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إذن ما تم في هذا الحديث إنما هو رؤية منامية يحكيها جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءت هذه الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم قال بعضهم أي قال بعضهم لبعض في بعض الألفاظ فكان بعضهم عند رأسه وكان البعض الآخر عند رجليه فقال بعضهم للبعض الآخر إنه نائم ونائمة أنها خبر إنه إن العين نائمة والقلب يقضان وهذا دليل على قوة القلب وصحة الخاطر فإن الإنسان إذا نام فإن خواطر القلب تقف ويرتفع التكليف عن الإنسان وهو نائم وبالتالي كل ما يحدث للمرء وهو نائم لا يترتب عليه أثر شرعي حتى منامات الإنسان ليست من جنس منامات الأنبياء فمنامات الأنبياء من جنس الوحي ولهذا عندما رأى إبراهيم الخليل في منامه أنه يذبح ابنه فلما قص رؤياه على ولده قال يا أبا افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر علم أن هذه الرؤية من الله سبحانه ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يرتب على منامه الآثار الشرعية ويجعل فيها ما يكون في عالم الحياة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث من هؤلاء الثلاث عن النائم حتى يستيقظ أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عند نومه فله حال آخر إن قلبه صحيح قوي معافى خواطره منضبطة وهذا هو المقصود بقوله والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان سنعرف ما هو المثل الذي ضربه الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مثله أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الهدى ودين الحق كمثل رجل بنى دارا وفي رواية بنى قصر بنى دارا وجعل فيها مأدبة المأدبة الطعام الذي يطعم والشراب الذي يشرب أما إذا قلنا مأدبة فإن هذا من الأدب والصحيح أن المأدبة الطعام والشراب الذي يدع إليه مثله كمثل رجل بنى دارا بنى دارا وكلمة بنى دارا للدلالة على أن البنيان يحتاج إلى جهد فلا شيء يبنى إلا بالجهد ثم قال وجعل فيها مأدبة أي جعل في الدار التي بناها مأدبة وبعث داعيا داعيا أي يدعو الناس يدعو الناس يندب الناس لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يدعوهم للنائبات على ما قال برهان وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا أي يدعو الناس إلى هذه المأدبة المأدبة يدعو الناس أن يطعموا من هذا الطعام وأن يشربوا من هذا الشراب قال فمن أجاب الداعية كلمة فمن أجاب الداعية أي سارع في الإجابة فمن أجاب الداعية أي سارع في الإجابة وامتثل النداء دخل الدار وأكل من المأدوبة إذن الاستجابة لا بد أن يكون فيها عمل الاستجابة لا بد أن يكون فيها عمل الداعي يقول ادخلوا هذه الدار وهذه الدار فيها مأدوبة فلا يمكن الرجل أن يقول إني قد استجبت لك أيها الداعي أبدا فإن الاستجابة تعني العمل والعمل هنا أن يدخل الدار وأن يأكل من المأدوبة ولهذا قال فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدوبة وسنعود للتنويه على هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله ومن لم يجب الداعي ومن لم يجب الداعي من أي الذي لم يجب الداعي لم يدخل انظر لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة فإن عدم الاستجابة فإن عدم الاستجابة اقتضت فعلا فإن عدم الاستجابة اقتضت ترك الفعل ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة هذا تمثيل وفائدة التمثيل تقريب الصورة فربما تكون المعاني النظرية لكثرتها لا تنقضح في القلب ولا تنغرس في جذر هذا القلب أما التمثيل فإنه يقرب الصورة ويوضحها ويزكيها ويجعلها ماثلة في الألحاض والأعين والأبصار فقالوا أي قالت الملائكة لبعضهم أولوها له يفقهها أولوها التأويل بمعنى التفسير قال الله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فتأويل الأحلام أي تفسير الأحلام وهذا معنى من معنى من التأويل فقالوا أولوها له أي أولوها لهذا النائم أي أولوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفقهها أن يعرف معناها أي يعرفوا معناها لأن الفقه بمعنى الفهم والمعرفة الفقه بمعنى الفهم والمعرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال بعض المشركين ما نفقه كثيرا مما تقول أي لا نفهم ولا نعي فأولوها أي فهموها له ليعرفها فما تأويل ذلك هذا إن شاء الله ما سنعرفه بعد الفاصل ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده اللهم صلى وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد في قول الملكة بعضهم للبعض أولوها له يفقهها هل لو أن الرؤية أولت في المنام يكون هذا التأويل هو المقصود هناك من أهل علم من قال بذلك فتأويل المنام في المنام لا يحتاج إلى تأويل منه من قال ذلك ولعل هذا الأمر يحتاج إلى تأمل ويضاح أكثر ولعل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لو أن إنسان رأى رؤية في المنام وكان تأويل الرؤية في المنام لا يمكن أبدا أن نقول بأن هذا التأويل المنام في المنام هو المقصود فلعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أولوها له يفقهها وهذا دليل على أن النئمة إذا رأى رؤية فإنه يعجب له ويستحب له أن يعرف تأويل رؤية ولهذا من رأى رؤية فلا يقصها إلا على خبير لبيب أو حاكم عالم عارف ليوجهه ولينصحه وليكتم سره ولا يكشف له عيب ولا يهتك له عرض قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا هذا هو تأويل الرؤية وهذا هو بيان هذا المثل الذي ضربوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا إلى هذا البيان من الملئكة في إغضاح المثل لنقف عليه قالوا فالدار الجنة سبحان الله فالدار الجنة والداعي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله سبحان الله فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ودي مسألة مهمة جدا بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله وبوبى الإمام الشفعي عليه رحمة الله تبويبا في هذا المعنى إذ إنه جعل بأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاعة الله سواء بسواء ولهذا قال الله عز وجل قال الله عز وجل وإن تطيعه تهتدوا فجعل الهداية التمة مع الطاعة التمة ومعنى ذلك أن الهداية تكون ناقصة إذا كانت الطاعة ناقصة وقال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله هناك بعض الناس يظن أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من باب السنة يعني طاعة الرسول وبالسنة وطاعة الله من باب الفرض وإن أردت أن أعجب فأعجب من هؤلاء الذين يقيسون في دين الله عز وجل بظنونهم وأرأيهم الفاسدة يعني تجد أحدهم يعني رجلا فاضلا ويريد ابنه أن يتسنن مثلا وأن يطلق لحيته يقول له يا أبوني إن طاعة الوالد فرض وواجب بينما إطلاق اللحية سنة فإذا تعرضت السنة مع الواجب قدم الواجب على السنة فمعنى ذلك أن طاعة الوالد مقدمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة عجبة جدا وهذا قياس باطل لا يصح هذا القياس لأن جنس طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الله سبحانه وأنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر الوالد بطاعة كانت طاعته هي شر الله عز وجل أما إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة افترضنا أن الأب مثلا بيقول لابنه اذهب إلى الأرض الفلانية واستولي على ما فيها وهذا الشيء ليس ملكا له أو أمر الوالد ابنه أن يعتدي على أحد أو أمره بمعصية كأن يشتدي له حشيشا أو أن يتلبس بمعصية هذا كله لا يجوز ولا يمكن أن نستخدم هذه المقايسات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله وهذه المسألة تستدعي العمل الطاعة تستدعي العمل لا تستدعي القول فالقول ما أيسره والفعل ما أعسره وأصعبه القول يستطيع كل إنسان أن يدعي ما شاء لكن الحقائق لا تظهر ولا تتبدى إلا عند الفعال يمكن الإنسان أن يقول إني أحبك وإني أطيعك فإذا ما طلبت منه شيئا تقاعس وتقاصر دون إتمام هذا العمل فالعبرة بالأعمال لا بالأقوال العبرة بالأعمال لا بالأقوال ولذلك كان اعتقاد أهل السنة والجماعة وإجماع في ذلك بأن الإيمان ليس مجرد قول وإنما قول وعمل وأجمع العلماء أن الذين أخرجوا العمل بمسمى الإيمان الذين فعلوا ذلك إنما ارتكبوا خطأ كبيرا واقعوا في بداعة عظيمة وسموا بالمرجئة فالعمل أمر معتبر في مسألة الإيمان لأنه متعلق بالطاع فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أصى الله ومعلوم أنا من أطاع محمدا أي الداعي فأطاع الله فإنه يدخل في الجنة يدخل الجنة إذن هناك علاقات بين طاعة الله ورسول وبين الجنة وهذا يذكرنا بالحديث السابق كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب يدخلون الجنة لأنهم يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عز الناس وشرفهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة سعادتهم في الأولى والعاقبة لا تكون بمذاهب أرضية فاسدة ولا بتصورات كاسدة وإنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجل الصحيح أنت لو عمرت في هذه الدنيا كم تعمر كم تعمر في هذه الدنيا ثم تموت بعد ذلك فالأريب اللبيب هو الذي يفكر في عاقبتي فإذا قلت لك بأن الجنة لن تدخلها إلا إذا كنت مطيعا لله مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تتقاعس الداعي الذي يدلك ويقعك على طريق الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبعه نجا ومن لم يتبعه هلك فهو الداعي إلى هذه الجنة صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن أطاع الله ورسوله دخل الجنة ولذلك نجد بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا من أكثر الناس تعظيما لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علموا شيئا إلا فعلوه ما عملوا شيئا أو ما علموا شيئا من جملة ما أوجبه الله ومن جملة ما شراه الله إلا وفعلوه وما علموا شيئا من جملة ما يبغضه الله وما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسول الله إلا واجتنبوا رضي الله تعالى عنهم جميعا ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله فقد عصى الله دي مسألة عظيمة جدا إن إنسان يعيش يعيش عاصيا لله وآثار المعصية تبدو في وجهه ويتحرك بالمعصية في جنبات حياته سبحان الله لله دره الحسن البصري عندما يذكر عن أهل الدنيا الذين يعيشون للدنيا ولا يفكرون إلا فيها إنهم وإن هملجت بهم البراظين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصى هذه المسألة أهل الدنيا يركبون أفضل المراكب ويعيشون عيشة طيبة هنية كما يظنون ويعتقدون ولكن إذا نظرت إلى وجه أحدهم وجدت أثر المعصية في وجه لماذا؟ لأن الله تعالى يأبى إلا أن يذل من عصى أنت رجل تبارز الله بمعصيتك أنت رجل تخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رجل الجنة يعني بعيدة عنك لأنك تتعمد المخالفة إلا إذا شاء الله أن يمن عليك فتكون من أهلها فَمَنْ أَطَعَ مُحَمَّدًا لأن أولمbs وفرق إن الإكام sale وفرق هب tak الرحل transm orang فرق بينические والاشir وفرق بين الصالحين والطالحين وفرق بين المنيبين المخبتين والباعدين الصالحين المصرين على هذه المعصية فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأجناس والرواية الثانية ومحمد فرق بين الناس الفرق كالطوط كالجبل فمحمد صلى الله عليه وسلم له منهج واضح وله ميزان بي فالذين يزنون به حياتهم وأقوالهم يكون لهم نصيب من هذه العزة ومن هذه المنزلة فالله تعالى نسأل أن يمسكنا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين وأن يتوفانا على الإسلام وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفل أمننا واصرف السوء وألف بيننا رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفل أمننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة